فالنهار ده قبضوا على واحد جواهرج بقى حاجة لطيفة جدا 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 القبض على جواهرج وكنز على بابا وإن حيا معلم كنز على بابا بص يا سيد القبض على صاحة شركة ام جروب للمشغولات الدهبية ده صاحب شركة باشا يعني يعني مش حرامي ولا حاجة و شغلته كده أصلا صاحب شركة ام جروب للمشغولات الدهبية يعني جواهرج قالك لا 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 مش عارف انت اللي حصل ايه اللي حصل يعلمين ايه اللي حصل قالك لا لا قصو الراجل ده مش شغال كده وخلاص ده عمل سيستم كبير ايه بقى السيستم يا باشا اهو قدامكم السورة العبقرية اللي انا هسيبها على الشاشة فترة طويلة دي بس ممكن اقول لكم على حاجة في جايزة 10 دولار 10 دولار دولار مبلغ يا عام ولا اقول لك اقول لك منصور خليها 30 دولار يا منصور 30 دولار جايزة بقى لقى منصور بقول اخد امانا وانا اللي ايله على التركاء اصلا جايزة 30 دولار يعني 1000 جنيه لللي يطلع لي حاجة عجيبة من الصورة دي اللي يطلع لي التركاء زي ما بقوله من الصورة دي شوف يا باشا هنا قالك ايه قالك سقوط الجواهرجي ومشغولات دهبية بقيمة 22 مليون خلي بقى لك المشغولات بقيمة كام اللي اللي اتمسك بقيمته كام 22 مليون بص بقى اخر سطر تحت اخر سطر خش كبار دي الحيط اللي تحت دي يا خالد الله يكلمك اللي هو قدرت الرسوم المستحقة عليه للجمارك با 44 مليون يعني هي الحاجات اللي اتمسكت ب22 مليون بس الرسوم الجمارك اللي بتاعت الحاجات دي ب44 الضعف شايف الحاجة الحتة اللي على الشمال دي يا باشا هي دي بيقولك السطر الاخير واللي قابله اللي قابله يقولك قدرت الرسوم المستحقة عليه للجمارك ب44 مليون ب44 مليون في حين ان المشغولات نفسها ب22 مليون مش عاجب جدا طب ايه بقى المشكلة بقى قالك السطر الراجل ده عمل خطة جهنمية ايه الخطة الجهنمية دي؟ قالك استقجر شق قفل المحل عشان ايه؟ ما يلطلوش كل شوية فاكرين فيلم اللي هو كان عامله خالد صالح ده وكان عامل في دور حاتم هي فوضى فاكيف فيلم هي فوضى خالق وما فيش حاتم بيتحاكم؟ كل شوية ينطلو قلوت خمسين جنيه وبتاعك فاكل شوية حد ينطل راح قفل المحل وراجل استقجر شقة وقال للموظفين اللي عنده ما تبقوش لأي حد انا هختار زبايني بنفر فانا عارف ايه؟ منصور ده عارفه وخلت حشمة انا عارفه وعمل البحيرة ده انا عارفه فوقنا دول يجي يشتروا مني ما يجيش بقى اي واحد كده داخل من باب القناة تعال اشتري ده ما نعرفوش ده احنا عندنا يا جماعة الحكمة الخالدة من حكم في المال وما ظلم انا حر يا سيدي فيش قانون في العالم ده لو سلعة احتكارية يعني لو انت كده بتكلم في رز ولا سكر فاقول لك لأ بيعلل كل صحيح مفيش حاجة اسمخير وفقوس لكن دي من السلعة ضرورية ده ماس 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 عارف الماس مش الماس بتاع السنوات العامة ماس يعني الحجر احجار الكريمة ماس ودهب ويقوت ومرجان الحاجات دي يعني هو حري بيعلل اللي هو عايزه قال لك لا ده اجر شاء وحذر العاملين من التعامل سوى مع عملاء محددين بمعرفته طب وايه يعني؟ ويتحكم في موعد غلق المقر ويتابع كل لحظة بكاميرات المراقبة سين سؤال استنى بس يا خالب سين سؤال السادة المحامين اللي بيتفرجوا علي طلع لي او السادة وكلاء النيابة برضو اللي بيتفرجوا علي كتير برضو ما شاء الله عارفه منهم الابن العقبة عسكندرية اه قول لي ايه الجريمة القانونية في كده انا هقولك التهم اللي بيقولك الخطة الجهنمية اللي نشراها موقع 24 اللي هو تابع لتليفون السامسونج وانت اقول لي ما هي الجريمة القانونية في كده رقم واحد استأجر شقة سكنية في مصر الجديدة لممارسة بيع الاحجار الكريمة هل دي جريمة؟ يمكن تكون جريمة انه زوال نشاط بدون ترخيص صح؟ الجريمة التانية حذر العاملين معه من التعامل سوى مع عملاء محددين بمعرفته دي جريمة برضو في القانون يعني الناس برضو يا ريت تفسر لي فيه ناس افاضل بيتفرجوا علي يقولولي الجريمة التالتة يتحكم في موعيد غلق المقر ويتابع كل لحظة ايه الجريمة دي؟ انا صاحب الدكانة هفتح الساعة تمانية الصبح واقفل تمانية وعشرة لا حر يا سيد مالي ولا حر فيه هفتح تمانية الصبح واقفل تمانية وعشرة عشان كده بقولك هم بدأوا التلويش وكل ما اخشى على هذه البلد والله يا ثورة الجاعة طبعا لا اخشى يعني فكرة الظلم ده خلاص هم عدوا ليفل الوحش في الظلم زي ما قالت زي ما قولكو ماريا مغير وفكرة انهم وكان وراءهم ملك يأخذوا كل سفينة ده العاصر خلاص احنا عندنا مجموعة ملوك بياخدوا كل شيء غصب ففكرة الظلم دي خلصت احنا عدنا ليفل الوحش في انتظار يعني تدخل السماء وراحنا تربي كواسعة كل شيء لكن الحقيقة اللي انا خاف عليه ان العدوى دي تنتقل بين الناس الان العصابة الحاكمة اللي بتاعكم بتعمل كده عجبوا الجواهير جدا تاخد حاجته عجبوا المصنع ده اخدوا عجبوا الجامعة دي اخدها بقيت واضحة لكل خلاص كل ما اخشاه ان يتحول هذا السلوك بين افراد الشعب فهين انا اتحول الى قانون الغابة بقى الحقيقة اللي هو فكرة انا الراجل ده عنده تلفزيون خمسين بوصة وانا عندي خمسين انا اخد اللي في البيت ده عنده عربية وانا ما عنديش اخدها ده ماشي برطب غوشتينه بتاعها وقفة في الشرع يقطع دراحة ياخدها وهكذا وهذا ما اخشى لان الحياة اذا قلتلكوا لا اتمنى هذا السيناريو ابدا والله يعني لا اتمنى ابدا لمصر سيناريو خروج الناس مضطرة جائعة حتش تحكم فيهم ابدا انت لو خارج ثقر لقيمة حرية دم ديمقراطية بتاع انت خارج وانت عارف كويس جدا ان انت عندك انضباطات هتحافظ عليها لكنه انت خارج جعان فيش اي انضباط فربنا يستر يا هذا ما اخشى هيلوشه كتير الفترة اللي جاية اشتركوا في القناة